موسيقى انقلابي الجابون يتهمون الرئيس علي بونجو بتهريب أموال الدولة عبر عصابات دولية والاتحاد الأوروبي يصف الانقلاب بالقضية الكبرى محاولات لحل سياسي لصراع السودان في جولات خارجية للبرهان والحرية والتغيير القناة 13 الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوضع الحالي يشبه 2006 مجلس الأمن يحدد التمديد لليونيفل في لبنان اليوم ووسيط الترسيم البحري الأمريكي ووزير خارجية إيران ضيفة بيروت نشرى جديدة لهم الأنباء من الحدث أحييكم أعلن الانقلاب يوناب الجابون وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية معلنين إنهاء ولايته الرئاسية الثالثة وكانت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في الجابون أعلنت اليوم في بيان تولية عبر محطة جابون 24 تلفزيونية من مقر الرئاسة أعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم كما أعلنوا إلغاء الانتخابات العامة التي جارت في 26 من أغسطس الحالي فضلا عن نتائجها هذا وأعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل كل المؤسسات الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية نحن قوات الأمن والدفاع المجتمع في إطار اللجنة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات وباسم الشعب الجابوني الضامن للمؤسسات قررنا الدفاع عن السلم وإنهاء دور النظام الحاكم نعلن إلغاء النتائج العامة التي جرت في 26 من أغسطس لهذا العام وأغلاق حدود البلاد إلى أشعار آخر وحل كل مسؤوليات الدولة بما فيها مجلس الأمة والبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ندعو الشعب والدول الصديقة إلى الهدوء ونؤكد التزامنا بالمواثيق الدولية التي تربط الجابون بدول العالم بلدنا الجميل الجابون كان دائما منارة للسلام اليوم بلدنا يعبر أزمة سياسية واقتصادية ومؤسستية خطيرة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 26 من هذا الشهر لم تكن انتخابات نازيهة ذات مصدقية وجامعة كما يأمل الشعب الجابوني نضيف إلى هذا حوكما غير مسؤولة للبلاد تترجم بسوء الأوضاع الاجتماعية وقد تأخذ البلاد إلى الانهيار التام ترجمة نانسي قنقر 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 60% من الأصوات على منافسه الرئيسي ألبيغ أوندو أوسا الذي تتوحد خلفه أحزاب المعارضة وحصل على نحو 31% في انتخابات جرت بدورة واحدة وقبل صدور النتائج الرسمية طالبت المعارضة في الجامون الاثنين الماضي الرئيس علي بونجو بالإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية والتشرعية التي جرت وتنظيم عملية تسليم السلطة واتهمت المعارضة معسكر بونجو بارتكاب عملية تزوير ومخالفات قبل إغلاق مراكز الاقتراع السبت مطالبة بإعلان أوندو أوسا فائزا في الانتخابات على كل تطورات ما يحدث في الجامون وخلفياته كذلك دائما نتبعها مع زميلة ميس الحربي تفضلي ميس شكرا كلارا بالفعل الأحداث الأمنية المتسارعة المضطربة تتطور في القارة الأفريقية انقلاب ثاني في القارة السمراء خلال شهر واحد من عام 2023 أو ربما تكون في إطار المحاولة على الأقل وإن نجاح هذا الانقلاب فسيكون ثامن انقلاب في غرب وسط أفريقيا منذ عام 2020 ففي فجر اليوم الثلاثين من أغسطس 2023 انقلاب مجموعة من كبار الضباط في القوات المسلحة للقابونية على الرئيس علي بونغو والذي استمر حكمه للبلاد منذ عام 2009 ووضعوه قيد الإقامة الجبرية ضباط الجيش القابوني أنشأوا مجلسا انتقاليا لاستعادة المؤسسات واعتقلوا مقربين من الرئيس بالتهمة الخيانة العظمى واختلاس أموال عامة إذن قطار الانقلاب في أفريقيا يشق طريقه غير آبه بالرفض الأوروبي ووعيده والأحداث تتسارع في القابون وهنا يظهر أول تعليق فرنسي خصوصا وأن الدبلوماسية الفرنسية تعرضت السنوات الماضية لخفاقات أظهرت تراجع مطرد لنفوذها في أفريقيا على عدة أصعدة وهو ما أقرت به الحكومة الفرنسية التي قالت أن الدبلوماسية الفرنسية واجهت العديد من الأزمات مؤخرا فرنسا حاضرة في القابون رغم استقلال الأخيرة منذ ستين عاما فتاريخ دولة القابون بعد استقلالها عام 1960 شهد ثلاث رؤساء فقط علاقتهم وثيقة بفرنسا أول هومليون أمبا الذي حكم لنحو سبعة سنوات أربعة عقود أيضا لعمر بونجو الذي حكم بين عام 2009 و 1967 ويعتبر من أقدم الحكام في السلطة في العالم خلفه ابنه على الحكم من عام 2009 حتى اليوم الثلاثين من أغسطس 2023 وهو الذي استقبل الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون مارس 2023 في جولة إفريقية استهلها ماكرون من القابون لبلورة رؤية استراتيجية جديدة تجاه القارة السمراء في مواجهة تنافس شرس لقوى صاعدة كروسيا عبر ذراعها العسكري أو دول أخرى كالصين وتركيا أيضا إذن السياسة الفرنسية الخارجية اليوم تعيش مأزقا غير مسبوق مع توالي سقوط حلقات نفوذها في دول بوسط وغرب أفريقيا فبعد يورانيوم النيجر منغنيز الجابون يهدد فرنسا وجراء هذه الأحداث الأمنية شركة التعديل الفرنسية إيرامات التي تملك وحدة لإنتاج المنغنيز في الجابون تعلق كل عملياتها صباح اليوم بعد هذه الأحداث الأمنية إذن لا رأى هذه التطورات والعلاقة الفرنسية الجابونية منذ الاستقلال صحيح ودائما سيكون هناك تفاصيل إضافية سنتابعها معك ميس أول بأول شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا في أولى ردود الفعل الدولية على انقلاب الجابون أعلن ناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا فغان الأربعاء أن باريس تدين لانقلاب العسكري في الجابون مشيرا إلى أن فرنسا تراقب بانتباه شديدا تطورات الوضع وقال فغان خلال مؤتمر صحفي أن باريس تؤكد مجددا رغبتها بأن يتم احترام نتيجة الانتخابات حينما تعرف فيما أعلنت شركة التعدين الفرنسية إيرامت تعليق كافة عملياتها في الجابون وقال متحدث باسم الشركة لرويترز أنه تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستغاج فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكاك الحديدية مرة أخرى خلال هذا العام كنتم حاضرين واستجابة السلك الديبلوماسي الفرنسي تميزت بالتلبية في أزمات كبيرة الحرب في أوكرانيا المستمرة والتي يبدو أن أمدها سيطول والوضع في السودان ودوركم في إجلاء رعايانا من هناك والانقلاب في النيجر والوضع في الجابون الذي نتابعه باهتمام كبير ترجمة نانسي قنقر منصق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من جهته قال إنه إذا تأكد أن ما يحصل في الجابون هو انقلاب عسكري فسيؤدي ذلك إلى مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة الأنباء مشوشة وإذا تأكد بأنه انقلاب عسكري آخر فسيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها لا أستطيع أن أقول المزيد لأنه ليس لدي أي معلومات أخرى لكن بالتأكيد هذه مسألة سيتم طرحها على الطولة وسنناقشها المنطقة بأكملها بدءا من جمهورية أفريقيا الوسطى ثم مالي ثم بركين فاسو والآن نيجر وربما الجابون إنها في وضع صعب للغاية وبالتأكيد يجب على وزراء الدفاع ووزراء الخارجية تفكير بعمق فيما يجري هناك وكيف يمكننا تحسين سياساتنا تجاه هذه الدول هذه قضية كبيرة بالنسبة لأوروبا يمكننا تحسين يمكننا تحسيني جيدا موسيقى 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 اشتركوا في القناة للمزيد حول الموقف الفرنسي من تطورات الجامون نذهب إلى باريس مع مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر أهلا بك حسين في هذه النشرة هناك ترقب لتطورات الوضع وإدانة من الجانب الفرنسي ولكن ما هي التفاصيل إلى الآن؟ نعم لارا في الواقع فرنسا تتابع بانتباه كبير كما قالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في المقطع الصوتي الذي بثيتموه للتو تتابع ما يجري في الجابون بعد تصريحها بقليل قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفيه ذيرون أننا نتابع بانتباه كبير تطورات الانقلاب الجاري في الجابون لم يقل إنه انتهى بل قال تطورات الانقلاب الجاري ونحن نراقب ذلك ندين هذا الانقلاب ونعيد تأكيد رغبتنا في أن تحترم نتائج الانتخابات في الجابون عندما تعرف هذه النتائج بشكل نهائي ونعيد التشديد على ضرورة احترام أي عملية انتخابية عندما تكون حرة وشفافة فهذا سادس انقلاب فيما يعرف بأفريقيا الفرانكوفونية أي في دول غرب أفريقيا هذا سادس انقلاب منذ العام 2020 بعد انقلابين متلاحقين في مالي عام 2020 و2021 وبعد انقلابين متلاحقين في بركينا فاسو أيضا مطلع العام 2022 وفي سبتمبر من العام نفسه وبعد الانقلاب في النيجر الذي كان خامس انقلاب يأتي انقلاب الجابون اليوم وهو الانقلاب السادس منذ العام 2020 مصالح فرنسا هناك كثيرة سياسيا واقتصاديا خصوصا كما ان لها حوالي 400 جندي 400 عسكري فرنسي موجودون هناك في الجابون ويقومون بشكل خاص بتدريب وتأهيل جنود محليين في مجلاء الامن والدفاع بعض هؤلاء العسكريين خصوصا من بين كبار الضباط في الجابون خضعوا لدورات تأهيل وتدريب هنا في فرنسا وتحديدا في باريس حسين بالنسبة لمصالح فرنسا في الجابون كيف يمكن وصف هذه المصالح وما هي اهمية هذه الدولة في فرنسا نعم في الواقع هذه المصالح اولا هي مصالح اقتصادية تتمحور حول النفط اولا الجابون هو رابع بلد من حيث انتاج النفط في مجموعة دول غرب افريقيا ايضا في مجال المعادن الماجنيزيوم وكذلك في مجال الخشب الذي يتاجر به على مستوى عال جدا خصوصا في المجال النفطي كما ذكرت من خلالي شركة الف اكيتان الشهيرة التي اصبح اسمها لاحقا شركة توتال ثم بات اسمها مؤخرا التوتال انرجي هذه هي مصالح فرنسا في الجابون لكن الوضع في هذا البلد مختلف عما كان الوضع عليه في النيجير في النيجير كانت هناك انتخابات ديمقراطية نسبيا بإمكان فرنسا القول اننا ندافع الرئيس انتخب ديمقراطيا حتى النهاية في النيجير اما في الجابون فهناك عائلة حاكمة منذ العام 1967 عمر بونجو الرئيس السابق حكم 42 عاما من العام 1967 حتى العام 2009 ثم جاء نجله علي بونجو الذي يحكم الجابون منذ العام 2009 واليوم الى ما قبل هذا الانقلاب هناك شبهات فساد كبيرة تقول وسائل الاعلام الفرنسية تحيط بعمر بونجو من بينها ممتلكات كثيرة له في فرنسا وتحديدا في باريس هي جزء من فساد السلطة في الجابون تقول وسائل الاعلام الفرنسية من بين ردود الفعل الرئيس الاسبق فرانسوا اولوند قال ان ما حصل في الجابون هو نتيجة عدم وضوح الرد الفرنسي بما يكفي عما حصل في دول افريقية سابقا يقصد مالي والنيجير وهو ايضا نتيجة عدم الوضوح وهناك تشجيع عدم الوضوح وعدم الرد الفرنسي وما يشبه القبول فرنسيا بما كان حصل في النيجير ومالي هو الذي ادى الى تشجيع العسكريين في الجابون على القيام بما قام به قال الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا اولوند لارا شكرا جزيلا لك حسين على كل هذه الاضاحات من باريس اذن مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر نبقى ايضا في باريس ومعنا من هناك الباحث السياسي الدكتور خالدون النبواني مساء الخير الدكتور خالدون اهلا بك معنا في هذه النشرة على شاشات الحدث يعني لا يمكن المقارنة بين النيجير والجابون من ناحية الحكم بحسب المعطيات وبحسب المحللين ولكن بنفس الوقت لا يمكن تجاهل انه نتحدث عن انقلابين بدولتين بغرب افريقيا بوقت قصير جدا باقل من شهر هل نتحدث عن مسلسل من الانقلابات مسلسل جديد نشهده بافريقيا الان مساء الخير لك لارا ولمشاهدي قناة الحدث كما تفضلت نعم المستعمرات الفرنسية السابقة تنهار واحدة بعد الأخرى وحتى لو قلنا انها استقلت الا ان مصالح فرنسا بقيت حاضرة وبقوة في تلك المستعمرات القديمة حتى في النيجير التي كان فيها انتخابات واضحة الا ان بازوم كان يمثل مصالح فرنسا بشكل حقيقي وكانت فرنسا تسانده وتضمن بقاؤها الكثير من البلدان الافريقية كانت فرنسا تدعم فيها القادة الحكم طبعا كان يحتاج ذلك إلى بعض المصطلحات السياسية الرنانة مثل نظام ديمقراطي وانتخابات رئاسية وإلى ما هناك لكن ذلك لم يكن فعليا على أرض الواقع كما تفضل حسين يعني أسرة الآن الأسرة الحاكمة بونغو لها تقريبا 57 سنة في السلطة حينما استقلت الجابون في البداية كان هناك ليون أنبا وهو كان رئيس وزراء وتم تعيينه حينما تم الانقلاب عليه قامت فرنسا بالتدخل مباشر كان هناك انزال مظلي من قبل الفرنسيين لعادته إلى الحكم في عام 1964 وبالتالي فرنسا منخرطة وكانت غير يعني لم تأبه لكل تلك القوانين الدولية وللأصداء التي أثارها ذلك التدخل وأبنعت المظليين على أبواب العاصمة ليبغوفيل وبالتالي فرنسا الآن من هنا مثلا نفهم كلام أوليفي بيغان بأن الأمر لم ينتهي ربما فرنسا هل ستتدخل كما فعلت عام 1964 يبدو أن الوقت لم يعد كالسابق تغيرت الكثير من الأمور لكن الواضح أن مصالح فرنسا بدأت تتراجع هناك نقمى حتى في البنان التي لم يحصل فيها انقلابات ولدينا نماذج حديثة جدا وواضحة نيجر أحدث هذه النماذج وقبلها من 2020 الآن نتحدث عن 8 انقلابات بهذه المنطقة ولم يكن هناك تدخل من فرنسا ما الذي تغير؟ هل مصالحها باتت أقل؟ أو هل قدراتها هي التي باتت أقل؟ مصالح فرنسا دائما موجودة طريقة تعاطيها مع الأمور اختلفت قدرتها على التأثير في القارة الإفريقية تراجعت كان هناك منافسة صامتة ولكن حقيقية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الإفريقية تغير ذلك إلى منافسة جديدة الصين دخلت وبقوة في الجانب الاقتصادي لكن روسيا الآن تتدخل بقوة وتظهر مصالحها بقوة في الجانب الإفريقي كل بلد مستعمرة فرنسية سابقة يسقط تدخل المصالح الروسية مكانه روسيا يعني تدخل مكان فرنسا بشكل واضح في العديد من الدول الإفريقية وبالتالي هناك الآن صراع واضح صيني روسي من جهة وأوروبي أمريكي من جهة أخرى والغلب فيه الآن في هذه الفترة للجانب الروسي والصيني هذا من ناحية من ناحية الثانية فرنسا ليس لديها الكثير لتفعله بمعنى أنها حتى في النيجر لم تستطع لم تخرج السفير هي في حالة أزمة حقيقية غير قادرة على التدخل العسكري المباشر لديها خطاب لا زال استعلائيا يعني سمعنا كلمة ماكرون أمام السفراء لا زال يتعاطى مع إفريقيا بشيء من الوصاية رغم قوله بأن الاستراتيجية الفرنسية كان واعن لأن الطريقة الفرنسية في التعاطي مع إفريقيا مع الحكام ومع العواصم خاطئة وأن عليه التوجه إلى المجتمع المدني كل ذلك الآن أصبح مفوطا لم يعد لدى فرنسا الوقت لتعديل ذلك بشكل كبير خرجت الأمور من يدها ونقطة أخيرة ربما أن دول الانقلاب تتحالف فيما بينها شاهدنا كيف تكاتفت كل من بوركينافاسو ومالي مع الانقلابيين في النيجر وبالتالي الجابون اليوم تجد أنها ستكون مسنودة أيضا من مجموعة من دول الانقلاب في حال كان هناك تهديد لتدخل عسكري سواء من مجموعة دول إكواس أو تدخل خارجي آخر بالفعل هي بتطور وبتحالفات جديدة ربما قد نراها بس بنفس الوقت يعني بأين الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا بهذه المنطقة بذات تحدث حضرتك عن تنافس كبير أكيد ولكن داخليا فرنسا تلام على عدم التنمية فرنسا تلام على استغلال موارد هذه الدول بدون إفادة لشعب هذه الدول جابون دولة لديها كثير من الموارد لديها كثير من النفط ولديها مليونين تقريبا نسمة يعني هل يعقل أن نتحدث عن فقر بدولة غنية إلى هذه الدرجة بالموارد ونسبة سكانها قليلة إلى هذه الدرجة تماما يعني هناك توزع السكاني في بلد مثل جابون منخفض لديها النفط هي عموما قياسا بدول الجوار الدخل الفرد فيها أربع أضعاف دول الجوار بسبب النفط ولكن فرنسا تتهم بشكل طبعا هناك فقر وبخاصة في الأزمة التي حصلت عام 2008 في مجال النفط ولكن الأمور أوضح من ذلك على المجال العسكري هناك السلطة التي دعمتها فرنسا وقالت بأنه نظام ديمقراطي أي نظام ديمقراطي يحتفظ بأسرة 57 عام من الحكم وحينما يحدث اعتراض على هذه السلطة تأتي فرنسا وتدعمه كما ذكرت أن الرئيس السابق ليون أنبا دعمته فرنسا وقضت على الإنقلابيين دعمت الرئيس عمر بونجو بشكل كبير وهو الذي قام بالتضييق على الصحافة بقمع الحريات بإلغاء الأحزاب كل ذلك كان تحت وصاية فرنسية وحينما كان يتم التشكيك في الانتخابات في الجابون كانت فرنسا تتدخل وتقنع المجتمع الدولي بأن الانتخابات رسمية الانتخابات الأخيرة مثلها مثل سابقاتها الآن بالنسبة للرئيس علي بونجو كان هناك تشكيك لم يكن هناك رقابة دولية على الانتخابات كان هناك تهم بالفساد ومع ذلك أرادت فرنسا عبر إعلامها ودبلوماسيتها أقناع العالم بأن هذه الانتخابات كانت نزيهة وشفافة كل ذلك لم يعد يقنع السكان الجابون وبالتالي هناك معارضة قوية وواضحة هناك أربعين إثنية في الجابون لم تعد تجد تمثيل حقيقي لها وبالتالي نعم أصبحت البلد تحت حكم أسرة واحدة تهتم بمصالحها التي تلت بمصالح فرنسا فرنسا بالتالي هنا متهمة وهناك مشاعر كراهية ضدها وتحميلها مسؤولية ما حصل في هذا البلد وفي غيرها من البلدان بوصفها مستعمرة مستعمرة لا زالت يعني بعد حتى الاستقلال لا تزال تمارس سياسات من الاستعمار القديم للأسف حتى وقت المقابلة ولكن شكرا لك ضيفنا من باريس البحث السياسي أدكتور خلدون النبواني نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل قصد تتقدم في دير الزور وتسيطر على بلدة العزبة بعد اشتباكات مع عشائر عربية أو قاعد قتلى اليوم الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام تنسي للشغل هل فعلا اليوم الحوار منقطع؟ العشرات حرقوا أنفسهم الحوار مفقود بين السلطة وباقية المجتمع هل نحن أمام أبو عزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نسلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة نتمنى على الرئيس الجمهورية أن يقدم برنامج هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاصة هي التي تتزعم حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم عدد من الصحفين نفذوا اليوم وقفة احتياجية أمام مقر البرلمان بدأت ذكرها الرئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس حكومة إذا كانت الميزانية والخزانة فارغة كيف يمكن أن تنجح؟ هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلا بكم من جديد قال مراسل الحدث أن اشتباكات تجري بين الجيش والدعم السريع جنوب سلاح المدرعات يتي هذا بعدما أطلق الجيش السوداني عدة قضائف مدفعية من سلاح المهندسين بأم درمان على تمركز قوات الدعم السريع أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث تخصيص 20 مليون دولار للمساعدة في الاستجابة للاحتياجات المتزيدة في السودان وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فإن هذا التخصيص الجديد أعقب دعما سابقا قدمه الصندوق ليصل إجمالي الدعم المقدم إلى 60 مليون دولار منذ اندلاع الحرب وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة سيفان جريك أن المدنيين ما زالوا يفرون من ديارهم بمعدلات مخيفة حيث فاق عددهم 4 ملايين ونصف المليون شخص 3 ملايين و600 ألف منهم نزحوا داخليا وضف إعلام الأمم المتحدة أن التمويل لا يغطي الاحتياجات الإنسانية المتزيدة في السودان إذ أنه لم يصل سوى 26% من إجمالي المليارين و600 مليون دولار المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية حتى الآن عودة إلى زميلنا من أمدرمان مراسل حدث نزار بقداوي المنتبع معه الوضع الميداني الآن نزار تحية لك من جديد أين أنت تتواجد وكيف هو الوضع لديك لا رأينا الآن في إحدى الطرق الرئيسة بمدينة أمدرمان تحديدا في مدينة الثورة هذه هي لحظة ذروة لتحركات المواطنين وحياة المدنيين وحركة السيارات بما تسمح به معطيات الواقع الأمني عندما تهدأ عمليات القصف الجوي والمدفعي يتحرك المدنيون ويحاولون تأمين الاحتياجات الرئيسة من خبز ومن مياه ومن غذاء ومن دواء الأوضاع الآن هادئة نسبيا هنا في مدينة أمدرمان المعلومات ترد إلينا قبل قليل أو وردت فعليا من ولاية الشمال كردوفان غربي السودان بتجدد الاشتباكات بين الجيش وبين قوات الدعم السريع التي تحركت في أرتال عسكرية من المناطق الغربية لمدينة الأبيض وتعاملت معها حسب المعلومات أيضا قوات الجيش التي توجد الآن في منطقة الأبيض أو في مدينة الأبيض لكن هنا في أمدرمان الآن هذه حركة المواطنين وهذه حركة المواصلات المحدودة نذكر بأنه كل ما تتسع مساحة تحركات العمل العسكري تتقلص بدورها حركة تحركات المواطنين ولكن الآن هم في حالة تأمين الاحتياجات الرئيسية هناك حالة من الهدوء الآن تعيشها مدينة أمدرمان التي تشهد بطبيعة الحال منذ ثلاثة أو أربعة أشهر حالة من الهدوء النسبي وحالة من الأمان يعيشه مواطني هذه المحلية محلية أمدرمان وتحديدا منطقة كراري طيب عندما نتحدث عن هدوء نسبي نزار هل هناك إدراك إمكانية لمعرفة إلى متى سيدوم هل نتحدث عن مثلا هذا الشارع بالتحديد هل هو قريب من أي تعزيزات عسكرية موجودة كيف يتعامل الناس مع الهدوء النسبي ومدته يعني هذه الحركة التي طرينها الآن وهذا المشهد المنقول عبر الحدث الآن بعد ثلاثة ساعات من الآن أي بعد دخول ساعات المساء لا وجود لهذه الصورة لا وجود لهذا المشهد لا وجود لحركة السيارات لا وجود لحركة الركشات فقط ارتكازات عسكرية تتوزع في معظم الشوارع منطقة كراري تتحول إلى منطقة عسكرية بالكامل ليس من حالة طوارئ الآن مفروضة في هذه المنطقة ولكن وضعية الأمن وضعية الحرب وضعية الاشتباكات هي من فرضت هذا السيناريو على حياة المواطنين لذلك في ساعات النهار وفي ساعات الصباح يسعون بكل السبل تأمين ما يمكن تأمينه من غذاء ومن دواء ومن مستلزمات ضرورية لكن عندما يدخل المساء تستحيل الحركة على المواطنين الأوضاع تتعقد حتى الحركة فيها إشكالية لأن الارتكازات العسكرية موزعة في عدد من المناطق والمواطنون يتخوفون أكثر من الطلقات الطائشة ومن القذائف ومن الصواريخ التي دائما ما تأتي من مناطق وجود الدعم السريع في غرب أمدرمان وتصيب المواطنين في منطقة الثورات وفي منطقة كراري وهذه هي الخطورة الأكبر بالنسبة للمدنيين الذين ما زالوا حتى الآن في هذه المنطقة من مدينة أمدرمان شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من أمدرمان مراسل حدث نزار بقداوي أعلنت قوى الحرية وتغيير في السودان أن وفدا يمثلها سيبدأ جولة خارجية تشمل قطر جنوب السودان والكويت ابتداء من اليوم حتى الأربعاء المقبل وقوى الحرية وتغيير أضفت في بيان أن جولتها الخارجية تأتي في إطار جهودها لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي وسعادة المسار المدني الديمقراطي وبحسب البيان سيتم استكمال الجولات الخارجية خلال الفترة المقبلة لعدد من الدول فور اكتمال الترتيبات الخاصة بها من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلام والاستقرار واستعادة مسار التحول الديمقراطي تأتي جولته قوى الحرية وتغيير بعد يوم من قيام قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بأول زيارة خارجية إلى مصر عقد خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول جهود إنهاء الحرب في السودان قالت مصادر خاصة للحداث إن زيارة رئيس مجلس سيادة عبدالفتاح البرهان إلى مصر ناجحة وسيتم البناء عليها لحل الأزمة وإن استغرق الأمر بعض الوقت دون أن يستبعد حدوث تنسيق عربي واسع مع مبادرة الدول الجوار خلال الفترة المقبلة وسيتبنى على نتائج زيارة البرهان لمصر والمباحثات التي دارت فيها للمناقشة خلال جولة البرهان الخارجية المقبلة مع بعض الدول ومن المتوقع أن تبدأ بداية الأسبوع المقبل وترتبط بثلاث وجهات هي سعودية جنوب السودان وتشعد قبل أن تحدد زيارات ثانية إلى دول خارجية أخرى وفي تعليقه على تصريحات قائد الجيش السوني عبدالفتاح البرهان حول عدم رغبة الجيش في الاستمرار في السلطة قال عدو المكتب التنفيذي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل لموقع سودان تريبيون إن تصريحات البرهان حول عدم رغبة القوات المسلحة في الحكم حديث جيد مضيفا أن تصريحات البرهان تفتح المجال لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الحرب والسعادة مسار الانتقال الديمقراطي وقال ندعم تأكيد البرهان للرئيس المصري بأن الجيش منفتح على أي هدنة طويلة لوقف النار بدوره قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم إن زيارة البرهان إلى مصر تأتي تأكيدا على الدور المصري المحوري في الأزمة السودانية وتابعان التأكيد على خروج القوات المسلحة من العملية السياسية وعدم وجود أينية للجيش في السلطة والحكم فضلا عن ضحض كل ما يقال حول ارتباط الجيش بالنظام البائد تعد مواقف جديرة بالدعم والمساندة وفي إطارة تعليقات على تصرحات البرهان قال الأمين العام للحزب الوطني لاتحدي الموحد محمد الهدي محمود كنا نتوقع يشمل لقاء البرهان والسيسي وقفا للحرب وبدءا لعملية إنسانية كبيرة لإغاثة السودانيين في الخارج معنا من القاهرة دكتور محمد سلمانطا يعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وأستاذ العلوم السياسية المختص في شأن الأفريقي أهلا بك معنا دكتور محمد على شاشة الحدث بداية جولات وجولات مقابلة نترقب زيارات لقوى الحرية وتغيير لبعض الدول وبالمقابل زيارات جديدة لقائد الجيش لدول أخرى ماذا تعني هذه الزيارات هل بدأنا مسارا جديدا أو جهودا جديدة من ناحية وقفة لقنار أو لا شكرا يا فندم في الحقيقة هذه التحركات أعتقد أنها تعبر عن الزخم الشديد الذي تشهده الساحة السودانية والتي عبر عنها التقرير الفائت وما قبل الفائت هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا هناك جديد في كل يوم بل في كل ساعة في الأزمة السودانية وهذه أمور كلها تستدى أن يكون هناك تحركات من القوى الإقليمية والدولية وفي هذا الإطار أعتقد أن الدور المصري حريص جدا 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 على إنهاء الأزمة من خلال مجموعة من الأليات الفعالة التي يمكن أن تكون أليات تنفيذية لوقف الأزمة أو لإنهاء الأزمة في هذا الإطار يمكن النظر إلى هذا اللقاء الذي جمع ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس البرهان أو قائد الجيش البرهان على أنه يأتي في إطار تفعيل مخرجات قمة دول جوار السودان التي عقدت أيضا في القاهرة في 13 يوليو الماضي والتي جمعت حوالي سبع دول والتي أسفرت عن مجموعة من المخرجات أو المسارات جزء منها المسار العسكري والذي يقضي بضرورة وقف إطلاق النار ووقف شامل وممتد وطويل لإطلاق النار وأيضا ووقف التصعيد هناك أيضا المسار التنموي المتعلق بعمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب أو بعد وقف إطلاق النار الشامل ثم هناك المسار الإنساني المهم جدا جدا والحال والذي يفرض نفسه نظرا للوضع الحرج في السودان ثم المسار السياسي الخاص بالتسويات السياسية أعتقد أن اللقاء الذي جمع ما بين الرئيس السيسي وما بين البرهان أعتقد أنه ركز بشكل أساسي على مسارين المسار السياسي وعلى المسار الإنساني وذلك لإلحاحية الوضع الإنساني وحساسيته في الجانب السوداني نعم طيب ما حصل بمصر من هذه الزيارة وأيضا اللافتة والترحيب الآتي من أطراف أخرى عادة ما كانت لا ترحب بتصريحات البرهان بأوقات سابقة هل يمكن البناء عليه لمبادرة كاملة لأن هناك زيارات سوف تقوم بها كل الأطراف لعدة عواصم عربية إلى جانب دول أخرى هل يمكن الحديث اليوم عن أنه سيكون هناك مقترح واحد خطة واحدة بتنصيق بين كل هذه الدول نعم هذا صحيح وأعتقد أن خبرة الأزمة السودانية على مدار الأربعة أو الخمسة أشهر الفائتة تؤكد ربما أن القاهرة هي مفتاح الحل السياسي وذلك لعدة اعتبارات أولا قبل الخوض في الاعتبارات ما الذي فعلته القاهرة القاهرة قامت منذ الأسبوع الثاني بتقديم مبادرة مصرية جنوب سودانية تشهدية بالتوازي مع المبادرة الأمريكية السعودية وذلك للخروج بالأزمة إلى حلول معينة ثم بعد ذلك كانت استضافة القاهرة لقمة القادة لدول الجوار بالنسبة للسودان في 13 سبعة ألفائت ثم بعد ذلك ربما بأقل من أسبوعين استضافة القاهرة أيضا الاجتماع الأول لقوى الحرية والتغيير وهي قوى مدنية قوى سياسية مدنية بهدف الوصول إلى ما يسمى political consensus أو توافقات سياسية حول مستقبل السودان حول الوضع الحالي وكيفية الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم ثم حالة الاستقرار الأوضاع في السودان أيضا زيارة قائد الجيش البرهان لها دلالة كبيرة حيث أن هذه هي أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب حينما يقصد مصر أعتقد أنه يؤكد على أن مفتاح الحل سيكون من القاهرة القاهرة لديها علاقات تاريخية علاقات ثقافية علاقات اجتماعية علاقات سياسية مع السودان القاهرة مرتبطة جدا من خلال الحدود بالأمن السوداني من منظور الأمن الحدودي سواء لمصر والسودان لمصر بشكل كبير من خلال عمليات النزوح والهجرة التي حدثت منذ اندلاع الحرب أيضا فكرة الأمن المائي قضية تشغل الهواجس والشواغل المصرية وذلك بسبب الزيادة السكانية المصرية وزيادة اللاجئين والمهاجرين بالإضافة إلى العواقب الوخيمة التي يمكن أن ترتبها أو يرتبها سد النهضة كل هذه مسائل تشغل القاهرة بشكل كبير جدا وأعتقد أن التحركات التي شهدتها القاهرة والدبلوماسية المصرية والرئيس المصري دبلوماسية القمة من خلال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الفائتة أعتقد أنها تؤكد أن التحركات المصرية ليست على حساب تحركات أخرى ولا تقلص أو تلغي أو تهمش من تحركات قوة أخرى إقليمية ودولية بل تأتي بالتوازي وأن هذه التحركات المصرية أعتقد أنها هي التحركات الفاعلة لأنها هي التي تستطيع أن تلملم شمل هذه المبادرات وتستطيع أن تقف عند منطقة التقاطع ما بين هذه المبادرات الإقليمية والدولية وتستطيع أن تقود إلى عملية الحل والتسوية النهائية شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة دكتور محمد سلمان طايا عضو المجلس المصري لشؤون خارجية وأساد العلوم السياسية المختص في الشأن الأفريقية سيطرت قوات سوريا الديمقراطية قصد على بلدة العزبة بشكل كامل في ريف دير الزور بعد اشتباكات عنيفة مع قوات مجلس دير الزور العسكري ومسلحين من العشائر وقد قتل في المعارك ثلاثة من المسلحين واعتقل ستة عشر آخرون وبذلك ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات منذ بدايتها الأحد الماضي إلى ثمانية وعشرين بينهم ثلاثة مدنيين طفلتان وسيدة وتسعة عشر من المسلحين العشائريين وستة من عناصر قصد كما أصيب ما لا يقل عن خمسة عشر آخرين تمانية من المسلحين العشائريين وسبعة من قصد كشفت وسائل علامة إسرائيلية عن استعداد المجلس السياسي والأمنية المصغر الكابينات لبحث سيناريوهات تتعلق بجولة قتال واسعة وعلى عدة جبهات وذلك بسبب التوترات المتصاعدة مع ميليشيا حزب الله على الجبهة الشمالية ومع حركة حماس على الجبهة الجنوبية إلى جانب الوضع المشحون في الضفة الغربية كما ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يجري حاليا تقييما أمنيا عاما ويعد التقارير والخطط تحسبا لاندلاع حرب تشمل عدة جبهات كما نقلت القناة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين أن الوضع الحالي في إسرائيل يذكر بعام 2006 عشية جلسة التمديد لقوات اليونيفا العاملة في جنوب لبنان من قبل مجلس الأمن الدولي التقى وزير الدفاع الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وخلال اللقاء أتار وزير الدفاع الإسرائيلي التوترات المتزيدة على الحدود الشمالية لإسرائيل نتيجة لما أسمه بالاستفزازات المستمرة والانتهاكات من قبل حزب الله كإقامة خيمة للحزب داخل الأراضي الإسرائيلية وإقامة العشرات من المجمعات العسكرية على طول الحدود وزيادة الدوريات وتواجد عناصره هناك كما شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على الضرورة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري لتهديئة التطورات من خلال تعزيز سلطة الوينيفل في المنطقة وضمان حرية تنقلها مهددا بعدم التسامح مع تهديدات المتزيدة على هذه الحدود من القدس معنا لمناقشة هذه التطورات المحلل السياسي يوني بن مناحيم أستاذة يوني أهلا بك معنا في هذه النشرة هل التصريحات أو التسريبات الإسرائيلية عبر وسائل الإعلام بأن الوضع يذكر بـ 2006 هي تأتي بإطار مخاوف أمنية حقيقية أو بإطار محاولات الضغط الآن بموضوع اليونيفل أنا أعتقد أن هناك مخاوف أمنية حقيقية لدى المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل وخاصة قبل العياد اليهودية التي ستبدأ في الشعر المقبل وهناك مخاوف بأن تندلق في المنطقة حرب إقليمية أولا في الحدود الإسرائيلية اللبنانية نظر على التوتر الشديد بين إسرائيل وبين حزب الله واليوم أيضا في هناك مؤشرات خطيرة بأن هناك إمكانية بأن حركة حماس قطاع رزا ستستانف من جديد مسيرات العودة باتجاه الحدود الإسرائيلية مع قطاع رزا وهذا كل شيء كل هذه الأشياء تثير القلق في إسرائيل الولايات المتحدة والأمم المتحدة عملان من أجل تهدية الأوضاع ووصل إلى المنطقة المندوب الأمريكي الخاص أموس أوخشتين في محاولة لحل المشاكل بين إسرائيل وبين حزب الله حل أي مشاكل تحديدا سيد يوني لأن المشكلة الأساسية التي كانت موجودة الترسيم البحر حلت بين الطرفين وبدأت ولكن الترسيم البحر لم يحل بعد هناك حوالي 12 نقطة خلاف في الحدود البرية بين إسرائيل وبين لبنان وفي مشكلة الحدود في قرية رجر وهذا موضوع يهدد الاستقار في المنطقة والولايات المتحدة تحاول الآن حل مشكلة الحدود البغية بين إسرائيل وبين لبنان إذا كانت المشكلة بهذه الخطورة لماذا حتى الآن بدأ الحديث الجديد الإسرائيلي عنها لأن موضوع قرية الغجر بناء هذه الخيام حصلت منذ فترة منذ أسابيع من الآن التحذيرات التي أتت وحتى من بعدها حصلت بعض الإجراءات التي قيل بوقتها أنها قادرة على تخفيف التصعيد لماذا الآن الحديث عن أن الوضع يذهب إلى مستوى أسوأ مستوى أسوأ لأنه هناك أيضا تهديدات إسرائيلية التي سرح بها رئيس الوزراء نتنياو بيرتيال السالح العروري أحد قادة حماس الموجود في لبنان وهذا الموضوع أثار ردود فيه الغاضبة خاصة من حصى نصر الله وكل يوم هناك تطورات جديدة في المنطقة اليوم كما قلت على حدوث قطاع غزة وحدوث العياد اليهودية في الشهر المقبل ودخول اليهود إلى الحرم القدسي الشريف وهناك أيضا زيارة مختلفة ثلاث تحديات مختلفة يعني حماس وغزة تحدي لوحده لبنان وحزب الله تحدي آخر ودخل هو تحدي ثالث يعني أي جبهة تريدها إسرائيل الآن أيها هي الأخطر عليها؟ بالتأكيد جبهة الشمال ولكن كما تعلمين بأن هناك مبدأ جديد للمقاومة الفلسطينية وهو توحيد السحات ولذلك كل الجبهة تتعالق ببعض وإذا مثلا ستنضلع مواجهات أو احتقاكات أو تسعيد في الحدود الشمالية هذا فورا سينتقل إلى الحدود الجنوبية مع قطاع غزة طيب هل هي أيضا كل هذه التصريحات والمخاوف الأمنية ترتبط كذلك بالمشاكل التي تمر بها حكومة نتنياهو في هذه الفترة وتحديات الداخلية في الشارع الإسرائيلي وفي السياسة الإسرائيلية؟ لا أعتقد ذلك ممكن العلاقة الوحيدة هي بأن حزب الله حسن أسرالة يشعر أو يفكر بأن إسرائيل الآن هي ضعيفة بسبب المشاكل الداخلية والخلافات حول الإجراءات القضائية الجديدة وهو يريد استغلال هذا الموقف نعم شكرا جزيلا لك ضيفنا من القدس المحلل السياسي يوني بن مناحيم شكرا لك يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على تمديد عمل قوات الأمم المتحدة الموقعة في لبنان يونيفل لمدة عاما وصعت راضي لبنان على توسيع صلاحيات وحركة تلك القوات من دون التنسيق مع الجيش اللبناني في المقابل تتمسك دول أعضاء في مجلس الأمن على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز حضور اليونيفل السيامة في أماكن سيطرة ميليشيا حزب الله التي تصنفها إرهابية وذكرت وسائل علامة محلية أن المفاوضات الجارية قبيلا عقاد المجلس لا تتعلق بتعديل التفويد الممنوح لليونيفل بل بدور الميليشيا في تقويد جهودها استهل المفاوض الأمريكي عموس هوكشتين كبير مستشري رئيس جو بايدن زيارته إلى بيروت بلقاء رئيس مجلس وابن بهبر وكانت السفارة الأمريكية في بيروت قد أعلنت في بيان أن هوكشتين يبدأ زيارة إلى لبنان تسمر ليومين لمتابعة اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كما سيبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي ونقل عن هوكشتين قبل توجهه إلى عين التين مقر رئيس البرلمان اللبناني أنه قال من الرائع العودة إلى بيروت قهوة سريعة ومنؤوشة في الفلمانك وتزامنا مع وصول كبير مستشار رئيس الأمريكي لشؤون الطاقة عموس هوكشتين يصل وزير الخارجية الإيرانية إلى بيروت اليوم أتيا من سوريا وقد أوضح مشتب أماني السفير الإيراني لدى بيروت أن عبداللهيان سيناقش عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين اللبنانيين مضيفا في بيانا له أن الزيارة تعكس سياسة بلاده الداعمة للبنان على حد تعبيره تجر الإشارة إلى أن زيارتين المسؤولين الأمريكي والإيراني تستبقان زيارة المفضل الرئاسي الفرنسي جون إيف لوتغيان إلى لبنان الشهر المقبل مع الملف اللبناني مشاهدين أنكم قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة أدعوكم دائما لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي كتويتر يوتيوب وفيسبوك ودائما للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الحدث دوت نت شكرا جزيلا لكم على كلمة المتابعة بلى لقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة